دخل لبنان أو دخلت البلدات الجنوبية المرحلة الثانية من العمليات البرية التي كان أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان هنا بداية في القطاع الأوسط مع دخول هذه القوات الإسرائيلية قبل يومين إلى مدينة بنت جبيل لتزال المواجهات تحصل في تلك النقطة مع بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي ولا هذه القوات التي كانت تقدمت من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل مع محاولات أخرى للتقدم أيضا من بلدة يارون إلى تلك النقطة ومن هنا تأتي الاستهدافات المتكررة من قبل حزب الله لأطراف أو لكل المستوطنات الواقعة خلف بلدة يارون مع رصد أي تحرك لجنود إسرائيليين لمنعهم من التقدم أيضا من تلك البلدة بالإضافة إلى محاولات أخرى أو دخول قوات إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيناتا كانت تقدمت من بلدة عيتارون الحدودية لإذا في القطاع الأوسط بالفعل المواجهات تحصل في بلدتها عيناتا وبنت جبيل وجاء مواجهات متواصلة منذ يومين وحتى هذه اللحظة مع استمرار الاستهدافات بإن كان بسلاح الجو أو بالمدفعية لهذه المناطق التي ذكرناها بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها تحديدا اليوم كانت تكثفت على بلدة حنين مع رصدنا للعديد من الغارات التي كانت استهدفتها هي من البلدات المحيطة بمدينة بنت جبيل وهو ما تقوم به إسرائيل في كل المناطق التي دخلتها بتكثيف الاستهدافات على البلدات المحيطة بها وحتى ذلك لمنع مقاتلي حزب الله من الاقتراب رغم أنهم لا يزالون يتواجدون في كل هذه النقاط وهو الدليل ذلك طبعا هو تواصل هذه الاستهدافات أو عفوا المواجهات بين الطرفين بالنسبة للقطاع الشرقي كما ذكرت كانت منذ بعض الوقت هناك أو أغارت الطائرات الحربية لمرتين على مدينة الخيام هذه المدينة عادت وتجددت فيها المواجهات والمحاولات للدخول إليها خصوصا لأن مدينة الخيام لها أهمية استراتيجية ومن هنا يأتي إصرار الإسرائيليين على السيطرة عليها لذلك عادت وتجددت هذه المواجهات حزب الله يقوم دائما به استهدافات لأي تحرك عند أطراف هذه البلدة اليوم استهدافات جمعين لجنود إسرائيليين في تلك النقطة أما التواغل حصل من بلدة مركبة التي كانت طيلة هذه الأيام السابقة تشهد مواجهات اليوم تمكنت للمرة الأولى القوات الإسرائيلية من الدخول إلى بلدة الطلوس المحاذية تماما لبلدة مركبة كل هذه البلدات التي نتحدث عنها التي دخلتها القوات الإسرائيلية هي صف ثاني من البلدات الحدودية وليست حدودية تماما وبالتالي اليوم قام الحزب باستهداف أربعة تجمعات لجنود إسرائيليين عند أطراف هذه البلدة ولا تزال المواجهات أيضا محتدمة في تلك النقطة في القطاع الغربي أبرز المواجهات تحصل في تلك النقطة سارة خصوصا لأهميتها أيضا في السيطرة على العديد من المناطق في الجبين وطير حرفة وشمع هذه البلدات الثلاثة هي ليست بلدات حدودية كانت تقدمت إليها القوات الإسرائيلية من محور يارين ضهيرة وعلم الشعب هذه البلدات الحدودية باتجاه تلك المناطق وحيث تجري في هذه الأثناء المواجهات اليوم كان هناك سلسلة من الاستهدافات لهذه البلدات طير حرفة أمس دخلت إليها القوات الإسرائيلية أما الجبين فاليوم كان أول دخول القوات الإسرائيلية إلى تلك النقطة قام الحزب باستهدافهم بصاروخ موجه ما يعني أنهم عند مقربة من هذا التجمع وهو أيضا تستمر هذه المواجهات باشتباكات أحيانا من مسافة قريبة بين الطرفين تحاول القوات الإسرائيلية طبعا السيطرة على منطقة أو من هذه المناطق الدخول إلى منطقة البياضة الواقعة وهي منطقة ساحلية بالقرب من رأس النقورة والتي تربط رأس النقورة بمدينة صور وبالتالي أهمية هذه المنطقة وتركيز الإسرائيلي على هذه المناطق هو للسيطرة بالكامل على الطريق الساحلي ومن هنا تأتي المواجهات المحتدمة في تلك المناطق تحديدا بالمقابل لا تزال الغارات الإسرائيلية على العديد من المناطق في العمق الجنوب اليوم كان أبرزها بمحيط مخيم الرشيدية هو من أكبر المخيمات الفلسطينيين كان قبل أسبوعين أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلائه لم حصلت إخلاءات بسيطة يومها ولكن لم يتم استهداف هذا المخيم يوم كان هناك أول استهداف بالقرب منه أو بمحيط هذا المخيم طبعا مع استمرار وتواصل الغارات على العديد من المدن الجنوبية أبرزها مدينة أمراضية ترجمة نانسي قنقر